وقبل تفاصيل هذه العناوين استعرضوا عنوين من صحافة التركيا البداية من صحيفة أقشام التي كتبت عن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثين من مارس يوما عالميا لصفر نفايات بعد جهود قدتها أمينة أردغان عقيلة الرئيس التركي وقالت السيدة الأولى إن مشروع صفر نفايات وتجسيد لمستقبل يهيمن عليه اللونان الأزرق والأخضر الذي نحلم به للأطفال وفق تعبيرها أما صحيفة صباح فنطلب فيها خبرا عن المسلسل التركي الشهير مؤسس عثمان قالت الصحيفة إن المسلسل الذي يحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغل مؤسس الدولة العثمانية كان من أكثر المسلسلات التلفزيونية مشاهدة في العالم وقد دبلج المسلسل إلى عدة لغات وخاصة العربية من صحيفة يني شفق نقرأ خبرا عن مسابقة كاريكاتير القدس التي نظمت الرابطة العالمية لرسم الكاريكاتير وجمعية تراثنا القدس وقالت الصحيفة إن حفلة توزيع الجوائز سيقام في السابع عشر من ديسمبر وفقا للخبر شارك في المسابقة أربعمائة وخمسة وخمسون عملا من ست وعشرين دولة تهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على القضية الفلسطينية نختم جولتنا بصحيفة دايلي نيوز التي تناولت خبرا عن جهاز روفر المريخ الذي التقط أول صورة على كوكب المريخ وقالت الصحيفة إن جهاز الفضاء روفر التقط الصوت على سطح المريخ أيضا بعض عاصفة رملية بواسطة مسجلات موجودة عليه ترجمة نانسي قنقر